السلام خيري على محضراتكم في حلقة جديدة من الحياة اليوم الدنيا حر دنيا حر قوي في كل أنحاء العالم الدنيا حر جدا عايز أقولكم أن درجات الحرارة في معظم أنحاء العالم ضربت أرقام قياسية كل نصف العالم الذي يتعرض للصيف النصف الشمالي من العالم في أوروبا في الولايات المتحدة الأمريكية في كل حتة أهلا بكم في العالم الجديد أهلا بكم في حاجات كان العالم كله والأولماء بيحذروا منها من أكتر من 20 سنة ومن 15 سنة وغيره أهلا بكم في التغيرات المناخية اللي ستؤدي إلى احتباس حراري ستؤدي إلى الكثير والكثير من المشاكل في أنحاء العالم كله هو ده اللي كان بيحذر منه نائب الرئيس الأمريكي أل جور وكان في الانتخابات الأمريكية بيقول لازم أمريكا هي لا تتحرك وتصلح فطم إسقاطه في هذه الانتخابات من شركات كبرى وجهات كبيرة ولكن مش هنخش في ده هذا الرجل حذر من أن العالم حيدخل وسيقبل على مشاكل كبيرة جدا بسبب هذه التغيرات المناخية أنا مش بس بتكلم مع حضراتكم أن الدنيا حتكون حر ما هذا حيغير في أنواع الزراعات في كل أنحاء العالم وتوقيت الزراعة في كل أنحاء العالم وتوقيت الأمطار في كل أنحاء العالم أنتم بتعيشوا فترة انتقالية مختلفة تماما وموجات حرة في كل حتة ليس فقط في مصر